وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشد عدد من النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الرقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النهاردة موضوع مهم أيضا خاص بتعديل قانون الأراضي الصحراوية علشان طبعا يبقى فيه مزيد من الاستثمارات يمكننا احنا مبارح كنا بنتكلم على مشروع القانون خاص بيه الهيدروجين الأخضر وتحويل مصر إلى دولة إقليمية هامة جدا في هذه المشروعات فبالتالي احنا بنتكلم النهاردة على تعديلات خاصة بيجازب استثمارات خاصة بفتح وتهيئة المناخ اللي بيها استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية أيضا فتح فرص عمل بعد كوفيد احنا كلنا شايفين أن كل دول العالم بتتجه كل دولة بإعطاء المزيد من الحوافز من أجل أن هي تزود استثمارات فكون أن مصر تراجع التشريعات والحكومة تراجعها وأن تقوم بالتعديلات التي من شأنها أن تسهل وتمنح كثير من التسهيلات مع وجود اطمئنان كامل والحفاظ على الأمن القومي لأن المدة اتنين من القانون بتنص على أن هناك إجراءات وقواعد منصوص عليها في إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوي لهذا وفقنا على مشروع هذا القانون لأهميته للدولة المصرية في الفترة الحالية القانون ده في غاية الأهمية في شأن تشجيع الاستثمار الجميع يعلم أن احنا عندنا أراضي صحراوية يمكن مساحات كبيرة جدا فكان فيه أن احنا بنفكر أن احنا إزاي نشجع الاستثمار وخاصة الاستثمار اللي هو جاي من خارج مصر وده ليه عوامل كبيرة جدا منها أن احنا بنستصلح الأراضي ببقى فيه توفير للسلع لأن فيه مشكلة في سلخ زي على مستوى العالم فلاسي بقى فيه تفكير في دفع الاقتصاد المصري اشتركوا في القناة